دكتور محمد تكتل من خمس دول بيدعو ست دول للانضمام حضرك شايف النقطة دي تحديدا ازاي يعني هو التوسع معروف ان في التكتلات والالتحادات بتتوسع مع الوقت لكن لما كنت تكتل من خمس دول بقاله فترة من الزمن لو قلنا مثلا تحديدا مثلا لو بدأ من 2009 اللي هو يعني بقى خمسة بنتكلم في 14 سنة وفجأة ست دول من 23 متقدمين طيب بداية هو انضمام ست دول هو مش مفاجئ قوي لانه في حوالي اكتر من 20 دولة ناشئة هم كانوا على رادار البريكس وكانوا مستهدفين من انه منظمة البريكس تضم اكتر من 20 دولة ناشئة بحيث انها توسع من هذه المجموعة وتكبر من حجمها وبالتالي ازداد حجمها وحجم تأثرها في الاقتصاد العالمي وكان فيه تنوع كبير جدا ما بين الدول المرشحة للانضمام دي البريكس لكن خليني ابدأ بس من وراء شوية البريكس بداية كتكتل هو تكتل اقتصادي وله توجهات سياسية ولكن هو ايضا هذا التكتل في نقطتين النقطة الاولى انه تكتل البريكس مش كل الاعضاء فيه هم على نفس الدرجة وعلى نفس الموقف السياسي من رؤيتهم ليه النظام العالمي يعني فيه دول بتهدف الى اعادة التوازن في الاقتصاد العالمي وارساء بعض قواعد العدالة اللي افتقدها النظام الرأسمالي العالمي في اخر 20-30 سنة منذ تحديدا انهيار الاتحاد السوفيتي وهيمانة القطب الواحد فبالتالي بعض الدول عايزة تعمل شيء من التوازن في دول اخرى داخل نفس التكتل ده سياسيا لديها نبرة مختلفة ولديها خطاب مختلف عن الولايات المتحدة الامريكية والنظام العالمي فدي اول لقطة نقطة تانية كمان حجم وهيكل الاقتصادات هو ايضا متبين داخل مجموعة البريكس بمعنى انه الصين زيت القوة التصنعية الكبيرة مصنع العالم دولة لنتج المحل الإجمالي بتاعها يتخطى العشرين تريليون دولار بتتفاوت فيه القوة والقدرة عن مثلا الاقتصاد البرازيلي اللي هو اغلبه جاي من او مكونه الاساسي هو الاقتصاد الزراعي وبالتالي جزء كبير من عملية استهداف دول جديدة انها تدخل الى التجمع ده ان كل دولة لديها ميزة نسبية تضيف الى التكتل ده زائد بعض الامور او بعض المحددات الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر